الله الرحمن الرحيم إن شاء الله في المحاضرة دي هنتكلم على الفيز التانية من مراحل الهيكلة المؤسسية وهي الاركتكتشور فيجونينج فيز وزي ما احنا قلنا أنه في المرحلة السابقة اللي هي البرلمانوري فيز وهي مرحلة الكيكوف اوب البروجيكت الخاص بالهيكلة المؤسسية فمرحلة الاركتكتشور فيجونينج هي مرحلة وضع التصور المبدئي لمشروع الهيكلة المؤسسية من وديفرونت برسبيكتبز دي هنحصرها في مجموعة من النقاط هنتكلم فيها في المحاضرة القصيرة دي نمبر ون هو وضع الابجيكتب الخاص بعملية الهيكلة المؤسسية هذا المشروع هي بترجو وتطمح للوصول ليه وده طبعا مني لو احنا بنتكلم مثلا في حاجة زي التحول الرقمي في منشأة من المنشآت يعني لو ديت مثال مثلا في احد المؤسسات الخاصة بتقديم خدمات تعليمية فكان الهدف انها تعمل تحول رقمي لجزء من الربنيو ستريم بتاعها انها تبقى عاملة ديجيتاليزيشن اوف وان اوف اتس رودلس فتي كانت رؤية الارجانيزيشن وبالتالي السكوب كله بينصب على تحديد هذا الهدف this is the activity number one في الاركتكتشور فيجنين number two ان احنا نعمل بقى الاركتكتشور فيجن وفي الاركتكتشور فيجن ان احنا خلاص هنحط الرؤية بقى احنا زي ما احنا حطينا الاهداف بتاعة الاركتكتشور فيجن number two بنبدأ نحط الاسكيلتون العام بتاع الهيكلة المؤسسية فبنبدأ نستابلش الvision document بنبدأ نشوف الbusiness context اللي احنا هنتحرك فيه احنا بنسعى العمل business architecture شكله عامل ازاي business model شكله عامل ازاي الas is model الوضع الحالي اللي احنا فيه شكله عامل ازاي ال future state اللي احنا بنتصور ان احنا هنوصل لها هيبقى شكلها عامل ازاي بنحط high level data architecture high level application architecture التصور للapplications اللي هتبقى عندنا التصور للtechnology architecture اللي هيكون عندنا وبالتالي according لتصورنا المستقبلي والdifference between the existing state الas is state والfuture state بنعمل initial assessment the existing capabilities of the enterprise ده بيدينا تصور كده ان احنا بنعمل aligned across كل relevant stakeholders ونفهمهم ال initial model ممكن يكون عامل ازاي وهو ده اللي تبيقى البراتد later during the meetings والsessions اللي هتبقى معهم according to this initial architecture visioning نبدأ ندسايد ونحدد ال involvement matrix وال relevant stakeholders اللي هيشتغلوا معنا في هذا المشروع طيب احنا كنا الكلام ده عملناه في ال preliminary phase في each step واحنا دخلين في each phase في ال enterprise architecture واحنا دخلين بنبص نلاقي ان احنا بنكتشف اكتر الحدود بتاعة المشروع وبندخل in depth اكتر في تفاصيل ال topics اللي احنا بصدد ان احنا نعمل لها re-architecture according to the clarity of the enterprise architecture vision طيب since ان احنا بنidentify relevant stakeholders هنا لازم ان احنا نشوف ثلاث حاجات هم ايه ما اخذهم على existing model هو ايه احتياجاتهم هو ايه expectations بتاعتهم من هذا المشروع الخاص بالهيكلة المؤسسية لان ده يبقى هو بمثابة repository تقدر من خلاله ان انت تعرف نقاط القوة والضعف how can you utilize the inputs الخاصة بهؤلاء المشاركين الحقيقيين اللي هيمثلوا value للنجاح المشروع بعد كده واحدة من اهم النقاط اللي احنا بنتكلم فيها في architecture visioning phase وهي conduct business case study وconduct business case study هو تصور لاربع محاور number one the benefits of the expected model هو احنا شايفين الموديل ده لو احنا حققناه على ارض الواقع هو هيحقق لنا ايه number two the cost بتاعة الموديل ده ممكن يوصلنا لفين number three the timeline العملية الهيكلة المؤسسية والreforming ده هيتحرك فيه ممكن ده يتم تطبيقه على في اطار زمني قد ايه ونقطة الاخيرة وهي risks المتعلقة بيه حقيقة لو حابنا ندي مثال للbusiness case دايما بنفكر فيها من perspective what is the added value للpractices اللي احنا هنعملها والتحولات اللي احنا هنعملها في كل اتجاه فمثلا لو قلنا ان احنا هنتحول لموبايل بيزد فلازم نشوف هو ايه for example مثلا في مجال التعليم ان احنا number one mobile solution within the market اللي بي serve على في مثلا في المجال في المرحلة الجامعية في كلية كذا ان هو عمل تحول رقمي في اتاحة محتوى لهذه المرحلة وامتحانات وبالتالي دي added value طيب دي one of the benefits الcoast بتاعتها ايه والrevenue بتاعها هيبين الroi هيبقى عامل ازاي والtime line ده هننفزه ايه والريسكس المحيطة بهذا المودل هاي دي الbusiness case اللي احنا بنكلم عليها في each level في الbusiness architecture في data architecture في الapplication architecture في التكنولوجي واطيف ان احنا في الbusinesses بتاعتنا ان احنا رحنا لcloud based وبالتالي احنا بقينا number one stability solution زي الناس لما بتيجي تفاضل between different cloud providers الناس كتير بتغضل AWS وبعدين يروحوا لMicrosoft وبعدين يروحوا لGoogle Cloud it's according to the criticality of the solution so selection criteria بتاعت الكلاود provider بتمثل value added للمودل we can mention it في value propositioning اللي انت بتقدمها في المودل بتاعك النقطة الخامسة اللي بنكفرها في the architecture of the vision وهي ان احنا بنكريد الstatement for work والstatement for work هو الاطار العام لاطار الاعمال اللي احنا هننفذها في هذا المشروع ايه المخرجات بتاعة المشروع بتاعنا ايه ال timeline اللي احنا هنتحرك فيه resources اللي هنحتاجها في هذا المشروع we can develop initial project timeline فهي وضع مشروع الهيكلة المؤسسية في اطار زمني بحيث ان احنا يكون زي ما احنا عارفين ان كل مشروع we should commit to the timeline and the phases we could phase لها مخرجاتها رقم ستة وهي risk assessment وفي هذه المرحلة احنا بنidentify المخاطر المحيطة بالمشروع ودايما اي مشروع فيه تحول دايما بيكون فيه risk زي ما وضحنا فيه يعني محاضرة سابقة انه من اهم المخاطر اللي بتواجه اي مشروع للتحول الرقمي او الهيكلة المؤسسية هي resistance to change وهنا لازم نكون عاملين alignment كويس جدا مع management of the decisions to be taken in order to prevent resistance وان هم يكونوا مستعدين انه يكون فيه resistance وان هيكون فيه ناس بتظن ان المشروع الخاص بالحيكالة المؤسسية جاي عشان يزحهم من الطريق او يخضي على مهامهم لا وضحنا ده في احد التوبيكس وفي احد المحاضرات واللي لازم ان احنا نعمل early alignment مع top management وال middle management على ما سيتم مواجهته وطبعا بتكون بتدور risk taxonomy في اتجاهات المانجمنت والسيكوولدرز resistance وي ال business capabilities ال organization ready انها يعني لهذا التحاول ولا لا وال technical capabilities اللي موجودة بحيث انه التيم يكون قادر على ان هو يعمل هذا ال change ولا لا we how to mitigate these risks incrementally before ان احنا نواجهه كان في بعض الاحيان كنا ويشود بورد التيم على ال approach اللي احنا رايحينه رايحين له المنهجيات اللي احنا هنستخدمها risks اللي احنا هنقابلها بحيث ان هما يكونوا شراجاء في وضع اللي احنا من خلالها هنقدر نحكم على الاداء الخاص ب مشروع الهيكلة المؤسسية الاسكليشن ميكانيزم لو في حاجة فيها متكلة وعايزين نصعد الامور بحيث ان احنا ناخد decision بشكل اسرع لو حصل خلاف بين التيم we finally change control board وهو change management process plus who will take that decision and can change في الenterprise architecture direction اللي احنا هنكون بصدده finally بعد ما بنخلص هذه الprocess لازم نجين stakeholders commitment commitments و approvals بحيث ان هما يبقوا onboarded و ي support مشروع الهيكلة المؤسسية اختصار طبعا يعني الجراف ده بيوضح كل الاختيبيتز اللي احنا هنبدأ نعملها في مشروع الهيكلة المؤسسية الinvolvement الrelevant stakeholders علاقة الbusiness architecture بالtechnology architecture بالapplication architecture بالdata architecture بالexternal parties بالمخاطر اللي موجودة جوه بتحييط بهذا المشروع بعلاقته بالcommunity هو ده اللي هيبان في المحاضرات التالية ان شاء الله اتمنى تكون المحاضرة خفيفة ولو فيه اي يعني اسئلة يتم التواصل بشكل مباشر مشكل جدا وبالتوفيق والنجاح شكرا شكرا